فيما يترقب النواب مصير الحكومة الذي سيتحدد رسميا غدا في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي يرسم أعضاء مجلس الأمة الطريقة نحو علاقة تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشرعية من خلال المطالبة بتشكيل وزاري يكون على قدر الطموحات ويواكب مستجدات المرحلة المقبلة ويرى نواب آخرون أن العمل التشرعي سينصب في المرحلة المقبلة على تقارير اللجان البرلمانية وسيحدد أولويات العمل التشرعي القادم تقرير ربا بدح بداية أسبوع برلماني جديد لم يختلف فيه المشهد السياسي عما كان عليه في نهاية الأسبوع المنصرم لم تقدم الحكومة استقالتها حتى الساعة لكنها ستفعل غدا بحسب تصريحات النواب استقالة الحكومة يوم غد اثنين رح تقدم استقالة لصاحب السمو هذا الآن ما يعني وصل لنا بالضبط يعني أنه استقالة حكومة هذا الأمر يرجع إلى صاحب السمو طبعا في غبور استقالة وتعديل وزاري لكن نتمنى فعلا المرحلة المقبلة أن نكون هناك إن كان هناك تعديل حكومية أن تكون الحكومة فعلا تختار من لنسى نطعم بالوزراء الموجودين لكن هناك من أكفع منهم وأقوى منهم لمواجهة المرحلة القادم يتطلع أعضاء مجلس الأمة إلى تشكيل وزاري يواكب التحديات الداخلية والخارجية يكون فيه الوزراء من أهل الاختصاص وعلى كفاءة عالية بإدارة شؤون الدولة طبعا بعد قبول استغالة الحكومة ما في شك أنه ستكون مشاورات للتشكيل ويعني بعض النظر السبوعين أو ثلاثة هو ما في بالنص الدستور يعني في حالة وجود المجلس منعقد ما في مدة يعني مثل المدة اللي تكون بعد انتخاباتها الأطول اللي هي 14 يوم لأنك مربوط في جلسة مجلس أمة لكن نحن نتمنى أن مسألة العدم التشكيل ما تطول تأخذ حقها من المشاورات لكن نتمنى لأهم من هذا مسألة يعني مسألة النوع وليس مسألة الوقت نتمنى تكون يعني حكومة جديدة بنهج جديد يكون فيها الإصرار على تطبيق برنامج عملها وفي السياق يتطلع بعض نواب إلى ضرورة الاستفادة من الأسابيع القادمة التي قد تنعدم فيها الجلسات لإنجاز تقارير اللجان البرلمانية سواء استمرت المدة يوم أو أسبوع أو أسبوعين ونأمل أن لا تزيد عن ذلك هي بالحقيقة فرصة لتحضير تقارير اللجان وإدراجها على جدوى الأعمال وترتيب الأولويات في الفريق النيابي فعلنا أبقى لا يضيع أي دقيقة بالحقيقة بحجة وجود تعديل أو تدوير حكومي وإن شاء الله يكون الأفضل قادم بإذن الناس لا يخشى النواب من فكرة الإطالة في الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة طالما بأن التشكيلة القادم سيأتي بوزراء جدد أكفاء لكنهم يحذرون من عودة وزراء التأزيم على حد قولهم ويعتقدون جازمين بأن عودتهم ستعيد العلاقة بين السلطتين إلى المربع الأول رباب بداح الراي